تسببت العاصفة فيونا التي ضربت شرق كندا حاملة معها رياحا عاطية وأمطارا غزيرة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل في ظروف وصفتها الشرطة بأنها لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل وعلى الرغم من خفض تصنيفها من أعصار حملت فيونا معها رياحا بسرعة تأمي أو 37 كم في الساعة عند وصولها إلى سواحل شرق كندا أتيا من منطقة البحر الكاريبي وأفقا لخباراء الأرصاد الجوية وفي مقاطعة نوفا سكوشا حرمت العاصفة أكثر من 400 ألف منزل من التيار الكهربائي أما بجزيرة برينس إدوارد المجاورة انقطعت الكهرباء عن نحو 82 ألف منزل حيث نشرت الشرطة في شارلوت تاون عاصمة المقاطعة صورا لخطوط كهرباء متشابكة وأسقف سقطت عليه الأشجار ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو العاصفة بأنها سيئة مشيرا إلى أنه قد يكون لها تأثيرات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة ترجمة نانسي قنقر